قبل ما نمشيه إلى أخبارنا العالمية ائتلاف المبادرات المدنية نشارك بيان تأسيسي في جريدة المغرب نلقاوها الصدق بالعيد يوسف الصديق المنصف بن امراد أمين محفوظ حسين الدماثي عميرة علي صغير قاسم عفية رفيق الشلي نبيل بن عزوز ليلة الدعمي ياسين الزير تماظر اليحيوي كاثر الياتوجي فتح جلاثي زهير البازي فتحي لبحوري وحسام الحامي ومونير الشرفي ثم الموقعين والمومدين على الاتلاف جديد اللي يعطاه فيه تشخيص للوضع الحالي والحياة السياسية اللي تعيشها البلاد ويقول ونحن على أبواب سنة حصمة ستنتهي بانتخاب الحاكمين القدام القادمين للبلاد يقول لا يسعنا وأنه نسجل الفشل الذريع لأغلبية الأحزاب لا سيما الحاكمة منها ليس في تسير شؤون البلاد فحس بل وأيضا في إعطاء الحد الأدنى من الأمل في إنقاذها وحكيوا على الأكثر من ثمانين برنيا من التونسة اللي فقدوا ثقتهم تماما في العمل الحزبي بشكل عام وبالتالي أصبح من البديل أن يكون مصير التونسيات وتونسيين بأيديهم وأنوى عليهم الاعتماد على قدراتهم ووعيهم بضرورة إنقاذ بلادهم من مخالب الفساد والتخالف اللي لذين تقول إن بقيا يتحكمان في السلطة سيهيمنان عليها لعقود طويلة ويجران البلاد للخراب يقولوا أنه اعتماد المواطنات والمواطنين على أنفسهم يمر حتما عبر وعيهم التام بمسؤوليتهم التاريخية ويقولوا أنه تأسيس اتلاف المبادرات المدنية نشارك تولى التنصيق معه بين المستقلين على المستوى الوطني والجهوي بغاية ضخ دماء جديدة تسمح بإفراز قيادة جديدة للبلاد قيادة وطنية وديمقراطية واجتماعية وحادثية حسب تعبيرهم من كفاءات تستجيب لتموحات شعبها وتعيد له كرامته ووثيقته في المستقبل واعتزازه بالانتماء للوطن هذي تنرجعون للأكثر ديتيال نفهم من عندهم كيفاش الأرضية السياسية اللي بيش يخدموا عليها الأرضية المشتركة اللي بيش يخدموا عليها كيف سيتم لوجستيا التنصيق مع الاتلافات المدنية كيفاش بش يفرزوها من السياسية لأنه نعرف مليحوة أنه تقريبا جزء كبير من الاتلافات المدنية اللي عندها غطاء سياسي على كل هذي كلتا نرجعوله بأكثر ديتيال في مواعيدنا وفي تحليلنا وفي برامجنا السياسية القادمة ترجمة نانسي قنقر